إصابة رئيس بلدية خاركيف الموالي لروسيا غينادي كيرنيس بطلق ناري أثناء اعتداء شنه مجهولون يصعد من حدة التوتر شرق أوكرانيا السلطات المحلية الموالية لروسيا أكدت أن العمدة المصاب نقل على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة بعد إصابته في الظهر والأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتها ميخايل دوبكين المحافظ السابق لمنطقة خاركيف قال لا نريد بناء دولة حيث يقتل رئيس البلدية أو حيث من غير الممكن أن نسير في الطرقات بالسلام أو حيث يتصعد العنف الموالون لروسيا وبعد سيطرتهم على دونتسك وخاركيف وسلوفيانسك سيطروا اليوم على مدينة أخرى وهي مدينة كونستونتينفكا المسلحون احتلوا المركز العامل الشرطة في المدينة ليقوموا بعدها باحتلال مقر البلدية ويعلنون استعدادهم لإجراء استفتاء بتاريخ 11 من مايو المقبلة اشتركوا في القناة